الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب الروسية وأوكرانيا حتى التاسعة مساءً لـ 29 أبوغسطس نبدأ الليلي من منطقة زابوروجي تحديداً محور أوريخاف روبوتيني ونبدأ نجاوب عن السؤال الأول هل سيطر الأوكران على الروبوتيني؟ كلا لم يسيطروا عليها بشكل كامل إنما مسيطرين على الجزء الشمالي والأوسط من القرية مثبتين فيه متمركزين فيه أما جنوبية البلدة فعم بتحاول تستخدم القوات الأوكرانية لتهاجم منه تنطلق منه وتهاجم الدفاعات الروسية بالخطوط الأمامية وهون أحبائي عم بتهاجم بدون مركبات نظراً لكثافة النيران اللي عم تتعرض لبلدة روبوتيني من قبل الكوات الروسية اللي منتشرة بمحيط البلدة تحديداً بجنوب البلدة وبغربها وهون أحب أوضح شغلة اللي عم بيتتابعونا عن جديد أصدقاء جدد بالقناة القوات الأوكرانية بتبعت عدة كيلومترات انطلاقها من بلدة روبوتيني باتجاه الدفاعات الرئيسية للقوات الروسية الخط الأول هذا هو الخط الأول متل ما كون شايفين أما من اتجاه فتبعد نحو ستمائة متو متر عن خط الدفاع الرئيسي الأول الطبقة الأولى منه خط الدفاع الرئيسي الأول بيتألف من طبقتين متل ما كون شايفين عم بتشوفون خطين فبالتالي قريب منه ستمائة متر باتجاه فتبعد عنه نحدد كيلومترات من اتجاه روبوتيني باتجاه توك ماك فخلونا نحكي شو اللي عم بيصير بالضبط ولاش المعارك صعبة ومين عم بيتعرض لخسائر اكتر طيب بداية مثل ما شايفين انتشار القوات الروسية والقوات الاوكرانية القوات الاوكرانية منتشرة ضمن هاي المنطقة بالون الاصفر مسيطرة عليها وايضا بعدة مناطق هون عم تتحرك لتهاجم القوات الروسية من هذا الاتجاه وتدخل الى نوفو بروكوبيفكا من الجهة الشرقية منها بنفس الوقت عم تضغط باتجاه جنوبية روبوتينة باتجاه شمال نوفو بروكوبيفكا ولكن احبيه في شاري من انتفت لهم بالمنطقة ان القوات الاوكرانية منتشرة بكامل هذا النطاق بكامل هذه المنطقة تحديدا هي صايرة بمنخفض وهون للي بيعرف بالعسكر وللي ما بيعرف بسحب اولا واضحها للي ما بيعرف تحديدا القوات الروسية متمرجزة على عدة مرتفعات كامل هذه المنطقة باللون الاحمر هي مرتفعة اكتر من تواجد القوات الاوكرانية بالتالي بيمكن القوات الروسية مع كثافة النيران التي لديها من التحكم والسيطرة النارية على اي تحركات للكوات الاوكرانية بتقدر ترصدها تقدر تجيب مدى اكتر وبتقدر بنفس الوقت تستهدفها وهذا اللي عم بيصير طوال الوقت لهيك عم تتعرض قوات الاوكرانية لخسائر كبيرة اكتر من القوات الروسية وهون بديرجع احكي شغلي تاني واضيف عليها شي مهم وهو العمق اللي تقدمت فيه القوات الاوكرانية منذ ما يكون النطاق واسع عم بيخلي القوات الاوكرانية يعني القوات الاوكرانية اللي متشرة بالمنطقة هون عم بتكون بعيدة جدا عن اوريخاف شمالا وبالتالي هذا حيب شي واضحه كتير منيح وبتمنى كتير تركزه عليه الجريح اللي بيسقط بالمعركة بالمنطقة هون عم بيوقع بين القوات اللي عم بتهاجم بالمنطقة هون عم توقع بين نيران القوات الروسية وبالتالي عم بيوقع عصابات القوات الاوكرانية متما شفنا ببلدة روبوتيني حتى ما عم تقدر تخلي الجرحة بسهولة وبنفس الوقت لباين ما اخروا الجريح ووصل الى اوريخاف الجريح عم بيكون في احتمال نسبة مرتفعة مئوية يكون تعرض للموت اما القوات الروسية فقربها والشغل اللي عملوها بالحرب القوات الروسية انه استقرام معدد كبير من الاطباء الى الجبهات وقرب الجبهة الروسية بالمنطقة هون من توك ماك وسهولة التحرك واخلاق الجرحة عم بيخلي الجريح الروسي تقريبا ينحكى ان واحد بالمئتان يعني من كل مئتان جريح ليموت جندي وبالتالي هذه بتأثر اكتر على موضوع القتلى والجرحة والخسائر بصفوف القوات الاوكرانية فلذلك احبا ايدي شاري من انتباه لها موضوع الارتفاع اللي متشرة فيه القوات الروسية والمنخفض اللي متشرة فيه القوات الاوكرانية وموضوع اخلاق الجرحة كتير بيأثر بالمعارك هادي نقطة كتير مهمة للحفاظ على عديد القوات يعني القوة البشرية بالجيش طبعا هدا بخصوص المنطقة هون بخصوص فيربوفي المعارك بعدها مستمرة حسنت القوات الاوكرانية الروسية من موقعها بمحيط فيربوفي اما بمحيط نوفو بروكوفكا نوفو بوكروفكا نعم القوات الاوكرانية كانت عم بتشن هجمات باتجاه خط الدفاع القوات الروسية بالمنطقة هون البعض تحدث ان الروات الاوكرانية وصلت الى حدود خط الدفاع الامامي لبلدة نوفو بروكروفكا ولكن حتى اللحزة ما في اي تأكدات بس حبيت اشرح هذه المعلومة والضحة اذا جد اي شي جديد انا برجع بحكي عنا لاحقا احبيه متل عم تشوفوا الخريطة هدا كل جهة الشخصي فلذلك بتمنى تدعموا الفيديو تشاركوه وتعلموا لايك عليه لينضم اصدقائكم الينا واسمحوا يروح على محاور تاني بمحور جنوب دوناتسك بعد المعارك مستمرة هجمات انطلاعا من محيط يوروزين ومحيط ستارو مايورسك باتجاه الجنوبا عم تبوق بالفشل بالنسبة للقوات الاوكرانية نتشط التصدي الروسي طبعا الاوكرانية كانت عم تستهدف القوات الروسية بطائرات بدون طيار جنوب ستارو منيوفكا كان في نتائج الاوكرانية طبعا قدرت حققت خسائل بسفرية الروسية خان روح على بخمط معارك مستمرة بجنوب بخمط تحديدا هجمات بالطائرات بدون طيار للقوات الاوكرانية على كيرديو منيوفكا كان في ضربتان نشحين للقوات الاوكرانية الروس استهدفوا القوات الاوكرانية بمحيط اندرييفكا ونشحوا بدربتان اضافة لذلك المعارك بعدها مستمرة بمحيط كليشيفكا من الشمال الغربي حتى الجنوب الغربي ننطلق ومنكمل احبائي باتجاه محور كوبيانسك كريمينايا سفاتوفو كوبيانسك وهو كان عندنا محاولات تقدم للمرة الاولى من فوج ازوف بشكل قوي جدا باتجاه الغابات بالمنطقة هايدي البعض تحدث انه فعلا سيطرت القوات الاوكرانية على هذا الجزء من المنطقة هون ولكن ما في تأكيد بعد اكتر واكتر اي شي بيصير انا بعد على الخريطة فورا بس اتكد من المعلومة اما بابعية المحور فمعارك عنيفة مستمرة من اللواءة 42 و 67 باتجاه دي بروفا 63 اللواءة 63 الاوكرانية عم بيضغط باتجاه مواعق القوات الروسية معارك شريس هجمات وهجمات مضادة بالمنطقة هون القوات الروسية حاول تتقدم باتجاه المنطقة هون باتجاه هايدي الاتجاهات ولكن ايضا من نفس الوقت القوات الروسية اوكرانية عم تحاول تتقدم وغرب كرمازينيفكا وغرب كوفاليفكا الا انه الطرفين ما قدروا حقق اي نتائج نظرا لدراوة وشراسة المعارك طبعا احباب ميوحر كوبيانسك بعد المعارك مستمرة ولكن دون اي نتيجة للطرفين بعد الدربات بدون طيار عم بتكون سيدة الموقف بالمنطقة هون عم يجربوا يقزوا بعض جدا طبعا القوات الاوكرانية منتشرة بالغابات المحيطة بكوبيانسك نادرة ما تلاقي قوات اوكرانية موجودة ضمن منازل او مكرات اضافة لذلك احبائي ضرب اوكراني عنيف جدا استهدف المناطق الروسية ببريانسك كورسك وبرجوراد واسفر عن قتلة وجرحة بصفوف المدنيين الروس هون من نجي لمحور خيرسون وهون الاهم احبائي وتابوني حتى النهية الشي جديد يدتلكون عليها على الخريطة هو انتشار الكوات الروسية تحسبا لمعركة البحر الاسود الكبرى هذه المعركة اللي يدتلكون القوات الاوكرانية عم تنشط فيها بكافة انواع الاسلحة باتجاه شوش هزيرة الكرم باتجاه خيرسون كوارب غير مأهولة طائرات بدون طيار صواريخ بعيد الترمدى كله عم بيتم الاستهداف ومحاولات عبور مستمرة من محطة زابوروجي نووي حتى مناطق خيرسون وبالتالي القوات الروسية عمدت في صياك تعزيز خطوط الدفاع القوات المناطقة اللي بتسيطر علي القوات الروسية بخيرسون مثل ما عم تشوفوا رسمة خطوط دفاعية اولية للقوات الروسية بالمنطقة هون عم نشوف الفواج 1118 الفواج 1233 الفواج 380 الفواج 359 الفواج 1153 تم نشن على امتداد خيرسون حتى محطة زابوروجي النووي استعدادا لإحتمال القوات الأوكرانية تعبر لأن حكيتكم بالماضي أن القوات الأوكرانية استقدمت لواء 121 استقدمت تعزيزات إلى المناطق هون إضافة محاولات ربما لاحقا للتوجه من نيكوبول باتجاه محطة زابوروجي نووية بعض من خفاض مستوى المياه بالمنطقة هون لذلك أحبقي عندنا كتير حشود من العسكر الروس والأوكران بالمنطقة هون بيبقى الروس عندهم أزمة موضوع الدفاع الجوي بمحيط بالكرم وبخيرصا بالمنطقة هون شفنا طائرات بدون طيار عم تقدر تخرق وتحاول تهاجم باتجاه الكرم بنفس الوقت الطيران المسير الأوكراني بعده عم بيعبر من أوديسا باتجاه الكرم وبالتالي المعركة ما انتهت المعركة ما بدأت حتى بتوقع قادمين على معركة كبرى ضخمة جدا بالمنطقة هون لحتى الروس ينشروا قدة أفواج يعني عم نحكي عن فواج اتنين ثلاثة أربعة خمسة قدة أفواج إضافة لربما يكون في تعزيزات أخرى بالمنطقة هون تجي في حال لمسوا الروس نيجا دي لهجوم ضخم يمتد من مقابل أولا بريستان حتى أنتونيفيسكي حتى بلدة كوزاك حتى ساد نوفاكا غوفكا حتى زابوروجي عم نحكي عن جبهة تمتد أكتر من 100 كيلومتر وأكتر من 200 كيلومتر لربما صدقا ما استى مسافي ولكن جبهة ضخمة جدا الطرفين عم بيستعدوا وبالتالي خلنا منتظرين تابعوا القناة اعملوا المتابعة وانتظروا أي جديد مني إلى اللقاء أحبتي مشكورين دوما عن محبتكم وثقتكم ومتابعتكم بشوفكم بفيديو آخر دلوا بخير